اشتركوا في القناة اللهم صلي على النبي محمد وعلى ازواجي امات المؤمنين وعلى ذرياتي والبيته انك حميد مجيد اما بعد يعني حبايب قلبي في الله ربنا يحفظكم ويبرك فيكم ويكرمكم وينفع بيكم يا رب اللهم امين يا رب يعني الوقت احنا كنا في جولة دعوية مع الشباب في الشارع بقى في ارض المعركة بقى ننزل للشباب في الشارع وننزل للناس في كل مكان سبحان الله القظيم فضلوا منت الله سبحانه وتعالى فحصل بقى تجمع في الشارع والشباب تجمعوا وكانت يعني ما كنتش ننزل لواحد احنا كنا ننزلين مجموعة كبيرة بفضل ومنت الله كل اتنين تلاتة مننا بقى ايه يعني قوموا مستضين مجموعة من الشباب ويعادوا يكلموهم عم ربنا سبحانه وتعالى يعني لحد ما ايه يعني هيتوبوا هيتوبوا باذن الله سبحانه وتعالى فكانت بفضل ومنت الله فتح من ربنا اللهم لاك الحمد وهي دي يعني من اخطر صور الدين اخواني في الله اللي لازم نؤمن بيها في الدنيا كلها اوعوا اعطيقاسوا اوعوا لما تلاقوا انتو نفسكم انت ما انتش قادر انك تطبق الدين بالصورة اللي نفسك فيها واتطيع ربنا بالصورة اللي نفسك انك تطيع ربنا بيها اوعوا اعطيقاسوا يا اخواننا من الايات اللي زلزلت قلب الاسبوع دهوت سيدنا موسى لما وقف امام الصحراء فلما جاء الصحراء لما فرعون بقى جايب له الصحراء جايب له سبعين الف ساحر وفرعون عمل لهم تصفية صفاهم لحد ما بقوا سبعة تلاف ساحر وبعد كده سبعة تلاف ساحر اتعملهم تصفية لحد ما بقوا سبعمية محترف عالمي في الساحر وسيدنا موسى واقف امامهم فلما جاء السحرات قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون الاغاد من سورة يونس انا وانا بقرأها كده انا حاسس احساس سيدنا موسى واقف قدام السحر القوا ما انتم ملقون الاعلى بفخير كركبه اللي تقدروا تعملوه من اجل اضلال الشباب عن ربنا اعملوا ملقون فلما القوا القوا نص مليون موقع اباحي هو ده بس يعني ده اخركم استنى ده في كمان عشرات ومئات القنوات من الفجور والفساد والكلبات والاغاني القوا ما انتم ملقون عندكم لسا ايه تاني لبس تبرج رهيب يفتن الشباب القوا ما انتم ملقون عندكم ايه تاني الحفلات الغنائية والفساد عندكم ايه تاني القوا ما انتم ملقون عندكم مخدرات وعندكم خمور وعندكم فجور وعندكم فتن دنيا القوا ما انتم ملكون فلما جاء السحرة قال لهم سشوفوا الثقة يا اخواني يا جماعة الثقة دي لازم تكون جوه قلبك ولازم تكون جوه قلبك الواحد جاي يعني الوقتي سبحان الله العظيم من الشارع واللهم لاك الحمد من نعم ربنا العظيم على الواحد ان ربنا يعني رزق الواحد قيمة انه ينزل الشارع للناس انه ينزل الشارع للشباب مين قال ان الشباب بعيد عن ربنا شباب بعيدا عن ربنا لان احنا نفسنا ما مننزلش ليه ما منتكلمش معاهم اما بتنزل وتتكلم معاهم بتلاقي الناس هتموت هتموت عشان حدد الله عن ربنا وانا راجع لقيت ناس قاعدين يرموا علينا كروت كده فبقرأ كارت لقيتوا رحلة لشرم الشيخ مش عارف اربع ليالي وتلات ايام والسعر خيالي وهتعيش حياتك وتعالى قلت سبحان الله العظيم يعني يعني في ناس بتضيع الشباب بانهم يودهم في اماكن بتودفهم صيبة بتودف كارسة بتودف دهية واحنا ما بنشتغلش ليه واحنا ما بنمزلش مجهود على الناس ليه واحنا ما بناخدش بايدي الناس لربنا ليه واحنا ليه معدناش عزيمة وهمة في الدعوة الى الله وفي انقاض الناس من النار وفي استنقاض الناس من اللي هم فيه يا اخواني في اللي حايزيني فوق يا جماعة يعني القصة اللي حكيتها امكان يعني سبحان الله العظيم قلت لسا بقولها للشباب الوقت في الشارع الاخ يعني يا حبيبي اللي هو من اخوة التبليغ اللي خرج في بلد ولقى شاب من الشباب واحد يقول له تعالى المسجد والشاب كبر اول ليلة قابله في الجولة تاني يقوم الشاب كبر تاني ليلة قابله تالت قال له يا كريم خلاص التالتة تبتع ولازم تيجي وانا مستنيك في الجامع شاب جيسة واحدة ونص بالليل شاب فضل يصلي ويبكي ويتوب لربنا طول الليل ويعيط بالليل ربنا خرج الصبح قال له رايح الشغل بس شغال في المحارة ورجع لكم على طول خرج بيقول الاخ بيقول الظهر كانوا بينادوا على جنازة كريم كانوا بينادوا على انهم على ان كريم مات على انهم يصلوا عليه واقع من على السقالة مات يعني شاب الساعة واحدة ونص بالليل داخل وما اوش عارف ان دي اخر ليلة له في عمره يعني كل ليليه اضعه في الفجور كل ليليه اضعه في المعاصي كل ليليه اضعه في الضياع واخر ليلة في عمره اخر ليه لربنا اذن له فيها بهذه الخاتمة يا اخوانا ده كان بسبب ان فيه واحد نزله فيه واحد رحله فيه واحد كلمه فيه واحد خد بقديه يا اخوانا انتو يعني احد اخوانا نازل في الشارع سبحان الله العظيم نازل في الشارع فلا شاب مسك شنطة حريمي فعارف ان الشاب ده معه بنت والبنت رايح تعمل اي طب ده اي مشكلة ولا رايح حاجة انه ورجع له تاني فقعد يكلمه عن ربنا وحرام وسبها وربنا اعظم من اي شيء وربنا اكبر من اي شيء سبحان الله الشاب اتكبر لهم وسبهم وطنشهم يعني فبعد فترة نازلين جولة تانية فلاقوا الشاب ده جاي بيجرى عليهم فبيفكرهم بنفسه ما انتوش فاكريني انا اللي كنت واحد في اليوم الفلاني قالوله اه ايه قالولهم ده انا كنت معايا بنته وسببت الشنطة بتاعتها معايا فالبنت رجعت فبتقول لي فيه ايه قلتلها ده كانوا شباب ملتزم بيقولول ان وقفتك مع البنت ده حرام اتقي ربنا وخاف بيقول البنت اقمت خطفة من الشنطة وقامت طلعة تجري وما كلمتنيش من يومها ولا كلمة يعني هم نازلين يكلموا الولد اللي تاب من اللي تاب البنت ما فيش حاجة بالضيع يا اخواننا يا اخواننا ما فيش حاجة بالضيع انا احد اخواني والله العظيم مربي وداعي الى الله. مربي وداعي الى الله. ويعني ما شاء الله لك وتألا بالله يعني ربنا جعله منارة. ده لما كان شاب كان في كلية في ستة اكتوبر في هواه في ستة اكتوبر وفتاد بقى ويعني Stories بقى يعني وبعيد عن ربنا يعني يعني مش شرط ان احنا نتكلم عن تاريخه يعني التزم شاب دالو. واحد صاحبنا يعني بيقول له انت التزمت ازاي? قال له واحد داني شريط سورة مريم. فبيحسبوا دال يعني تفسير سورة مريم لحد قال له تفسير سورة مريم يعني قال له لا شورة سورة مريم للشيخ مشاري الراشد قال له تفسير سورة مريم لمشاري الراشد قال له التزمت بسعب الشريط ده التزم وبقى داعي الى الله ومربي ومشاء الله خطب الجمعة بتاعته في غاية القوة والجلسات التربية بتاعته في غاية القوة وعزمة فلازية في طلب العالم ما شاء الله اكتب الله ده التزم بسعب الشريط الشاب اللي ده ده الشريط ما يعرفش اصلا ان في مزانه كمية حسنات غريبة يا اخواننا يا اخواننا عايزين عايزين نقرب من ربنا عايزين نشتغل في الدعوة الى الله يا جماعة عايزين من يقزش من الواقع لا من نفسنا ولا من الناس اخواننا الناس قريبة الشباب قريب البنات قريبين يعني سبحان الله العظيم النهاردة ماشي كده مع احد اخواني يعني يعني ربنا يحفظه يعني وماشيب مكان كده يعني بنات جايين ساعة بعض البنات ببقى يعني ايه يعني تقول البنت مش ملتزمة فمشوها ده بلا ان الدعاية يعني ايه مش مناسب يعني ان هي توقف تتكلم معها في الشرق او كده وجايين احنا مش عارف مين وفرحنين او ما قاعدين اصلا في ترابيزة مع اولاد اصلا في نهاية دي يعني يعني قاعدين يتكلموا مع اولاد وجايين وجايين فرحنين جدا قلت سبحانه الله العظيم هو نجاح ان الشاب ما يخافش منك انك تشوفه في معصية وجاي يقولك سعيدني في التوبة ده نجاح ان البنت ما تخافش منك لما تشوفك وتقولها تخنقني وهتعطو ده نجاح زي الشاب اللي دخل النبي عصيان في المسجد قال له يا رسول الله ائذن ليه في الزنا ائذن ليه في الزنا كل الصحابة قالوا له مهما ابعد النبي قال له اذنه قرب ده قمة النجاح ان الشاب اللي بيقع في الزنا ومش قادر يسيبه ييجي الحمد عندي في المسجد وعارف ان انا مش هقاره ولا هنهره وان انا همدي له ايه دي عشان اخده ووصله لطريق ربنا سبحانه وتعالى احد اخواننا كان مرة يعني رايح يصلي كده فلاق شاب بعد مع بنت كده فبيقول له فبيقول له الله اكبر الادانة دانيان وراحين يصاله فالشاب بصله كده قال له طيب خلاص يعني ايه طيب يعني قال له الله اكبر يعني الصلاة دانت وربنا اكبر من اي حاجة وربنا اكبر من البنت فالشاب بصله كده قال له طيب خلاص خلاص بقى يا الله شوف زوق عاجلك فصاحبي بيقول يعني هو خاف لان اكتر من كده هيتضرب يعني الشاب بتعبيرات وشه اكتر من كده هيتضرب فبيقول سبحان الله العظيم فيعني صاحبي يمشي وكمل للمسجد بيقول له احد جاي من وراه بيبكي بيعيط قال له يا شيخ انا عملت كل حاجة انا قتلت يعني مش انا زنيت مش عملت كل حاجة زي انا قتلت عمل عصابة سرقت نصبت على الناس مش عارف عملت ايف والدتيش يعني كل حاجة انا عايز اتوب لربنا عايز حد ياخد بايدي ربنا عايز حد يخرجن من لنا فيه يا اخوانا ده بكلمة الله اكبر جاي يصلي معانا يا جماعة القوا ما انتم ملكون انا حس ان سيدنا موسى هو بيقول للصحراء القوا ما انتم ملكون سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام هو يا اخوانا سيدنا موسى ما بيتعاملش بقوته هو هو لو بص بقوته خلاص ضاعت الفساد اللي عن نت لوحده كاف ان هو يقاسك ان البشر دول فيهم الام يلتزمهم كاف ان هو يقاسك الفساد اللي في الدش والفضائيات الفساد اللي في الشوارع الفساد اللي في الجامعات الفساد اللي وصله الشباب والبنات كاف ان هو يقاسك انما سيدنا موسى كنت بقرأ اية من يومين كده حسيت ان انا قلبي هرقص من الفرحة وسيدنا ابراهيم بيقول للملائكة قال ابشرتموني في سيدنا اسحاقي يعني على اما الثانية الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضلون ومن يقنط من رحمة ربه قلت سبحان الله انا ساعتها اللي افتكرته ضلال الشباب وبعض الشباب عن ربنا قلت كل دول في لحظة ربنا قادر ان هو ان هو يرجحهم لطريقه تاني احد اخواني بيتكلم وان الدنيا ضاعت قلت له يا ابني انت الوقتي بتبص لبس البنات وتقول لبس البنات بقى وحش قلت له يا ابني في السبعينيات لبس النساء كان يعني لبس المتبرجات الوقتي بالنسبة له دول من وليات الله الصالحات يعني دول من اماء الله الصالحات بالنسبة للي كان البنات بالنسبة للي امهات كتير من الشباب اللي موجودين كانوا بيلبسوه اصلا في السبعينات والثمانات والتقول يا ابني انت وربنا هذا كل دول وفي يوم الايام كانت جمهورة مصر العربية كلها كلها محجبات فسبحان الله العظيم ما نيقاسش يا جماعة ما نيقاسش من التغيير اقرأ وربك الاكرم اهي ربنا قال له اقرأ قرب وشوف كرم ربنا عايزين نشتغل في الدعوة ونشوف كرم ربنا عايزين نكلم الناس عن ربنا ونشوف كرم ربنا عايزين نشارك ان الدنيا دي تتغير يا تتغير يا تتغير يا علاق ديك 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 انما القضية ما تتغيرش على اننا احنا ليه قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون اعدوا يرموا بقى المواقع الابحية ويرموا اللبس الفاجر ويرموا الحفلة الغنائية ويرموا فلما القوا قال موسى شوفوا بقى فلما القوا خلاص بقى الدنيا كلما فهورة فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر مش ما جئتم به سحر لا ما جئتم به السحر الفلام ما جئتم به السحر الفلام تعريف ان انا عارف ان ده ساحر انا عارفه ان لازم رجل الحق بعرف الباطل عشان كده ليه الشاب اللي كان عاصي او البنت اللي كانت بقينة عن ربنا دول اكتر ناس يقدروا يشتغلوا في الدعوة لانهم بعرفين الباطل لانه انت بتكلم البنت اللي مش ملتزمة انت حسب اللي في قلبها انت حسب اللي جواها انت حسب مشاعرها انت حسب تفاعلها مع الكلام بتاعك انت عارفة كلمة اللي لمسة قلبك وانت بتتوب لربنا دي هي الكلمة اللي هتلمس قلبه يا بتتوب لربنا سبحانه وتعالى ان احنا نفهم اخوانا ما جئتم بيه السحر زي ما اهل الباطل عارفين الحق اهل الباطل عارفين ان ده حق وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوه اهل الباطل عارفين ان ده حق لازم اهل الحق بيهوا عارفين الباطل عارفين ما جئتم بيه السحر اسمع بقى ان الله سيبطله كل الفساد ده كل الفجور ده كل المخدرات دي كل الخمور دي كل المواقع الاباحية دي كل العري ده كل الاختلاط ده كل التبرج والصفور ده كل البعد عن ربنا ده ان الله سيبطله ربنا مش هيسيب امة حبيبه ابدا ربنا مش هيسيبنا ابدا يا جماعة ربنا مش هتخلى عنا بس احنا ما نتخلاش عن دينه وما نتخلاش عن انفسنا احساس وحش اوي 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 لو عده يوم من الايام لقيت واحد صاحبك من اللي التزمه معاك لقيته ربنا مستعمله في الدعوة اليه وانت استبدلت وانت ما عدتش مستعمل في الدعوة يا لله احساس وحش قوي لو مرت بيك الايام وعدتي مرة كده لقيت واحدة صاحبتك ملتزمة بتدي درسي في مسجد او بتدعو الى الله او شغلة في نشاط خيري وانت استبدلتي مكملتيش خاف يا ابن من الاستبدال خاف يا ابنت من الاستبدال يا اخواننا عايزين نعمل ربنا صح عايزين ربنا سبحانه تعالى قال لا تخاف انني معكما اسمع وارا قال لا تخاف انني معكما اسمع وارا اسمع انني معكما انك تتكلم الناس عن ربنا فتحس ان ده ربنا معاك اما سبحان الله العظيم وانطالب في الكلية كنت بعيد يعني بعيد عن الدعوة تماما مهتم بنفسي بس مهتم بديني بس اما بدأت يا اخوان نفسنا تمتياز ربنا كرمني ومشيت مع اخواننا من التبليغ شهر او شهرين اتعلمت ازاي يكلم الشباب ووقف الناس في الشارع ازاي يدخل على اهوة ازاي يدخل على اي مكان في معصية ربنا سبحانه وتعالى بازن الله سبحانه وتعالى وبلطف الله سبحان الله الواحد ايامها اخواني والله العظيم الرؤى اللي كان بيشوفها انا عمري ما شفت زي في حياتي لا قبل ده ولا بعد ده الحاجات الغريبة انا مش عايز اقول لكم المعاملة الغريبة تفريج الكروبات الغريب تيسير الامور الغريب الحاجات انا كنت بقى في محافظة وعندي مشوار في محافظة تانية زي المحافظة بتاعتي انهوت مشوار في مكان معين ووقف في المحافظة التانية دي مثلا زي القاهرة ما اناش عارف اجي ازاي واركب ازاي ويا ترى هلحق المعاد اللي عندي معاد دعوي انا اصلا رايح في معاد رايح ادعو الى الله ورجع في دعوة الى الله معاد والله العظيم مرة لات اوتوبيس مكتوب عليه انا كان عندي مشوار لات اوتوبيس في المحافظة التانية مكتوب عليه اسم المكان اللي انا نزله في المحافظة الاتوبيس خدني من مكاني جابني لحد المكان اللي انا اشتغل فيه في الدعوة الى الله. كاين حاجة ربنا بعت لك انت كده مخصوص. حاجة ليك لوحد انا بقيت عقلي ده يا رب ايه التايسير ده هو اللي بيشتغله في الدعوة لك بنت يصل له من التايسير ده. كان عندي مرض سبحان الله رظيم لفت على اطباء جمهورية مصر العربية. شوفي لوحده لما مشيت معا في الدعوة الى الله. لما اتكلمت عن ربنا سبحانه وتعالى. الواحد كان بيحصل له حاجات غريبة. تايسير غريب. معاملة غريبة. يا اخوانا اين الدعوة الى الله? قل هذه سبيلي. هذه الطريق الواضح اللي زي الشمس انه هو. هذه سبيلي ادعو الى الله. طريقنا يا اخوانا طريق دعوة الى الله. طريقنا طريق ان نتحدث عن الله وندعو الى الله. انما الاخ الوقت عامل زي السائية الوقفة اللي الارض الزراعية حواليها بقت مشققة من كتر من كتر ما ما بتترويش يا ابني. يا بنت اشتغلي. عشان زي ميلاتك في كليتك ولا? يعني يا جماعة احنا الوقت في فترة امتحانات. والطلبة مش غلب الامتحانات. والطلبة يعني سبحان الله العظيم. يعني الواحد هو شايف الطلبة الصبح كده رايحين الامتحان والطلبة مفزوعة. يا جماعة احنا الامتحان مهم يا اخوانا. والدنيا فيها حاجات مهم يا اخوانا. انما دينا ورسالتنا وقضيقتنا. احنا عايزين نظرة الاهتمام دي نظرة الجدية دي تبقى على وجهنا احنا في علاقتنا بين ربنا. وبالدعوة الى الله. والله العظيم يا شباب انا ما عملت في الدعوة الى الله. وانزلت للشباب وكلمتهم اقسم بالله. ايه لو شفت في حياتي حاجات? انا لو قعدت اكلمكم عنها عدنا الليلة كده بس. نتكلم. اللي الواحد شافه في طريق الدعوة. الاكرامات العجيبة من الله ليك في طريق الدعوة. التيسيرات العجيبة. القصص العجيبة اللي بتاعصلك. كأن رسائل. الطريق ده اوعى تسيبه. الطريق ده عظيم. اوعى تضطرد منه. اوعى تستبدل في الطريق ده. في طريقنا كده تتكلم الناس عن ربنا. كل هذه سبيلي ادعوا الى الله. على بصيرة انا ومن اتبعني. العلماء قالهم ومن اتبعني اي ان الدعوة الى الله فرض على كل مسلم ومسلمة. لان انا ومن اتبعني اي حد اسمه تابع للنبي لازم اشتغل في الدعوة. وسبحان الله. سبحان الله غيرة الداعية. غيرة الداعية انه هو غيرة الداعية ان ربنا يعصى وهو يسكت. ازاي يجي له قلب ان ربنا يعصى ويسكت. ازاي يجي لك قلب انك شايفة البنات بيعصوا ربنا وانت سكتة. ازاي يجي لك قلب ان الشباب بيعصوا ربنا. انت ربنا اش معنى انت اللي ربنا اختارك الوقتي. اش معنى انت اللي ربنا اختارك انك تسمع عنه الوقتي. اش معنى يا جماعة ان احنا قاعدين الوقتي بنتكلم مع بعض في دين ربنا. ده استفاء من ربنا لنا كلنا ده اغتيار من ربنا اشمعنا انت اللي ربنا اختارك تسمع عنه اشمعنا انت اللي ربنا اختارك تسمع عنه مش النعمة دي لها تمن مش النعمة دي لها شكر مش النعمة دي شكرها ان احنا نكلم الناس عن ربنا وان احنا ندعو الى الله وان احنا ناخد بقدين الناس ونوصل الناس لربنا بتوع التنصير شغالين للنهار بتوع الشيعة اخ من الاخوة يعني من جزر القمر يعني ناداني في المسجد قال لي يا شيخ عايزين حد يبني لنا مركز تعليم لغة العربية عندنا في جزر القمر قال لي الشيعة شغالين عندنا شغل رهيب بالذات في الجزيرة العاصمة الشيعة شغبان ومركز وبياخدوا الناس يبعتهم على ايران ويرجعوهم يعني يبدأوا ينشروا المنج الشيعة عندنا قال لي والنصارى فرنسا شغالة وعملة مركز لتعليم اللغة الفرنسية عندنا من خلاله بتقوم بتنصير الناس قال ليش ما انا احنا ما نشتغل شي اش ما انا احنا عايزين حد يجي يعمل بركز لتعليم اللغة العربية من خلاله نبدأ نسبت الناس على دينها ونفاهم الناس دينها ونعرف الناس دينها يا اخواننا اهل البطل كلهم شغالين اهل الحق هما لنايمين ليه اهل الحق هما اللي انتخين ليه اهل الحق هما اللي بعاد على ان هما يقوموا بالرسالة بتاعتهم في سبيل الله سبحان الله وسبحان الله يعني الدعي ده ما يقدرش يسكت لما يشوف ربنا بيعصى لما يشوف من القصص اللي يعني شيبة رأس الواحد او يعني هفزة الواحد الامن اللي فات الدين قصة سيدنا لوط سيدنا لوط يا جماعة انا عايز اعمل يعني سيدنا لوط ضباطها اخواننا يعني سيدنا لوط نبي وبيقرأ في الانبياء وسيدنا لوط ونزل لقومه وقومهم سيدنا لوط اخواننا سبحان الله العظيم ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث يعني سبحان الله وقفت قدام قول الله وانا بقرأ صورة الانبياء ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث سيدنا لوط نجيناه من القرية فبلاد اركض شواء في قصة سيدنا لوط ايه ده سيدنا لوط كان عايشه وسط مين ايه الناس اللي كان عايشه وسطهم اول حاجة تاخد بالك منها ان سيدنا لوط ما كانش فيه ولا واحد مؤمن به في القرية بتاعته ولا واحد مؤمن به فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ولا واحد مؤمن به يعني سيدنا لوط انا تخيلت ان انا قاعد وسط بلد كاملة كل اللي فقى الكفار مجرمين واي حد ممكن يقتلني في اي لحظة اي حد ممكن ما امنش ان انا اخرج من بيتي يدخل على بناتي يتباحهم ولا يختصق ولا اعمل اي حاجة في اي لحظة سهينا لوت ايه السبات الرهيب ده ايه السبات العجيب ان انسان يعيش وسط مكان خطر ده بان اتفكر في قوم لوت يعني سبحان الله العظيم تقطعون السبيل بعض المفسرين قالك يعني عارفين البلطاجية اللي بيثبته الناس في الشوارع يثبتك بمطوع ويقولك طلع الفلوس اللي معك بلطاجية يعني زي ان لوت يعني وفي نازل الوقت فعل فحشة قوم لوت ده يعني تلاقيه منتشر الفعل ده في المجتمع بتاعنا وسط البلطاجية بنفس الطائفة بالضبط يعني طائفة اللي بيثبته الناس وبياخدوا فلوسهم هي الطائفة اللي منتشر وسطها الفعلة دي فعلة قوم لوت دي وسط البلطاجية وعشان كده في السجون اللي بيبقى فيها مسجلين الخطر دول بيبقى يعني يعني والعياذ بالله يعني يعني بتبقى مصيبة في هذه الفحشة بالذات في هذه الفحشة ودي من الحاجات اللي بتنتقد على عقوبة السجن في العالم ان عقوبة السجن في العالم نشرت موضوع فعل قوم لوت او فحشة قوم لوت والعياذ بالله عشان كده ده لما بنجي نتكلم عن الشرائع الاسلامية والعقوبات في الشرائع الاسلامية بنجي نتكلم في المقارنة بين الشرائع الوضعية وشرائع الاسلامية وقانون العقوبات في الشراع الاسلامية وازاي انه قانون فعلا بيقضع الجريمة وقانون العقوبات في الشراع التانية ومدى الفشل بتاعه بل انه بيفرخ جرائم يعني بيفرخ كثير من الجرائم فسبحان الله العظيم قوم لوط يا اخواننا انا عايزك تتخيل بس دول كانوا بتوع ايه دول شكلهم ايه يعني سيدنا لوط عايش وسط وسط ربما يقولك انهم كانوا قوم سوء فاسقين قوم سوء يعني سيدنا لوط عايش وسط 3-4000 مسجل خطر حوالي عشرين سنة عايش وسط 3-4000 مسجل خطر مسجل خطر وعايش وسطهم وبيعدعهم الى الله واي حد ممكن يعمل في اي حاجة ايه القوة دي ايه اليقين ده ايه البازل من اجل دعوة ربنا ده ايه التضحية من اجل دعوة ربنا دي ايه يا اخواننا ايه العظمة ديت ايه التضحية ديت انك انت تعرف وبعد كده في الاخر ربنا يقول له ايه وامضوا حيث تؤمرون لما سيب القرية يعني انت مش رايح بقى تريح ده انت فيه مهمة تانية ده فيه مشان تانية امضوا حيث تؤمرون ده فيه امر بحاجة جديدة ده فيه امر مكان تاني يعني انت مش رايحة لوت بقى وروح شوف لك مكان عايش فيه بقى واستقر وبعد ما تعبت وتبهدلت في القرية دي امضوا حيث امضوا من المضاء يلا انطلق ده لسه فيه مهمة في عبادة ربنا سبحانه وتعالى وفي نصر الدين ربنا وفي الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ان ربنا اذن يا اخوانا عايزين نستيقظ فقضية الدعوة الى الله عايزين يا شباب نستيقظ ونعاهد ربنا ان دايب احلم من احلامنا انا بقول لكش انك انت الوقت هتبقى داعي انا بقول لك اشتغل الوقت في الدعوة الفردية بقوا اصروا النجوة الذين ظلموا ولا ذا الا بشر مثلكم افتأتونا السحرة وانتم تبصرون شغلين في الدعوة الفردية اهل البطل اصروا النجوة دي يعني دعوة فردية يعني بيروحوا الواحد واحد في بيته يكلموا يصدوه عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني شغل في الدعوة الفردية الاهل البطل بيشتغلوا في الدعوة الفردية وينزلوا للناس في الشرع يكلمون في البطل واحنا ليه خايفين ان احنا نتكلم في الحق خايفين ان احنا نوصل معنا الحق على فكرة يا شباب من اكتر السبل للثبات على طاعة ربنا انك انت تدعو غيرك ومن اكتر السبل ان انت تعمل الطعاط اللي انت مش قادرة تعمليها انك تكلمي غيرك عن هذه الطعاط فالطعاط دي ترسخ عندك لما تقعد الكلمة مثلا بنات عن الخشاة في الصلاة ها انت هتيجي في الصلاة تكسف من نفسك دي انا كنت لسه بتكلم عن الخشاة في الصلاة دي من اكتر الطرق اللي بتثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى اه اه يعني انا يعني للأسف الشريطة عارف انها تأخرت عليه كل ليلة وهو المعاد مش مستقر ان كل الخميس يعني لسه لم نستقر على معاد ثابت مع ادارة موقع الطريق لله لم نستقر حتى الان على يعني موعد محدد بالزبط باذن الله سبحانه وتعالى انما يعني الى ان يستقر الموعد احنا بنلتقي مع بعض كده باذن الله ايه يعني النهاردة تقبلنا الخميس عشر ونصو الاسبوال فات برضو كان الخميس باذن الله سبحانه وتعالى الى ان يأذن الله بموعد ثابت في النهاء يا جماعة مش عايزين نيقس من الواقع مش عايزين نيقس من مشاكل الواقع يعني سيدنا هوت يا اخوانا هو واقف كده وبيقول لقومه كيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله يعني عارف واحد واقف كده والتانيين جايين عليه بالسكاكين قال لهم سكاكين هاتوا لسه عندكم قنابل نووية هاتوا لسه عندكم صواريخ هاتوا يا عم اعلى مفكركوا ركبوه ليه اني توكلت على الله يا اخوانا انا معاه ربنا كرب ايه اللي يصمد امام فرج ربنا ابتلاء ايه اللي يصمد امام رحمة ربنا يا اخوانا عايزين نطق في رحمة الله انت عندك مشاكل في حياتك ربنا قادر يفرجه انت شايف انك انت مش عارفة تتغيري ربنا قادر انه يغيرك عشان كده سيدنا انت شايف ان المجتمع ضيع ربنا قادر انه يصلحه يا اخوانا عايزين نعرف ربنا ومعرفتنا ربنا تخلينا عندنا امل في كل حاجة عشان كده ليس سيدنا موسى وقف قدام السبعة ومساحل يقول لهم لانه عارف انها بالله مش بيه هي لو بيه بقى خلاص ضعت انها بالله عشان كده الاية اللي بعدها الاية اللي انا يعني الاسبوع ده فعلا ربنا نولي بقى حياتي بعد ما سيدنا موسى قال لهم فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطلوا ان الله لا يصلح وعمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته الله اية يعني شوفوا اخوانا يعني الواحد هو متدايق ومتعصب وصعبان علي الشباب ويجي يتكلم يقعد يزعق لانه صعبان عليه ان الناس نفسه في الاخر ويحق الله الحق بكلماته هو مش بكلماتك انت مش بكلماتك انت ولا بجهدنا ولا بفكرنا ولا بتخططنا ولا بعرقنا ولا ببزلنا بكلماتك في النهاية مش هيقدر على التغيير الا الله سبحانه وتعالى مش هيقدر على تغيير قلبك وتغيير نفسك العصية ده ايه وتغيير امور حياتك اللي مليانة مشاكل ده ايه وتغيير الواقع اللي مليان فتن واخدى الناس عن ربنا اخوانا يعني الواحد حاسس والله انه سعيد يا اخواني وانا بقرأ قول الله قال ومن يقنطه من رحمة رب الواحد حاسس انه سعيد والله اخواني ايه المشاكل اللي في الدنيا في مشاكل اه في مشاكل بس ربنا قادر انه يغير قادر انه يغير كل المشاكل اللي في حياتنا واللي في حيات الناس واللي في المجتمع ربنا قادر اخوانا ربنا قادر انه هو يعني يعني يخلي كل حاجة في حياتنا على مراده وعلى الرضاء وكل حاجة ربنا قادر سبحانه وتعالى هي ده هو ده الدين وهي ده العقيدة وهو ده اليقين الحقيقي عشان كده سيدنا يونس لما وقع في بطن الحوت قال لا اله الا انت سبحانك لا اله الا الله يعني ما فيش غيره وما ليش غيره قل هو الله احد يعني ما فيش غيره احد فيما شئته هيمنته الله الصمد يصمد اليه في الحوائج يعني ما ليش غيره هو ده التوحيد ان ما فيش غيره وما ليش غيره فسيدنا يونس لما وقع في بطن الحوت بيقول لا اله الا انت لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت يعني ما ليش غيرك يا رب هدعو مين و هدعو من مين يا اخوانا عايزين نعرف يعني لا اله الا الله يعني لا اله الا الله وحده لا شركة لا كلمة وحده دي والله العظيم تحس ان كله بيتزلزل لو خرجت من قلب عبد صادق يعني وحده لا شركة لا انا بحس ان وحده لا شركة لا دي سكينة بتتبح المخلوق من القلب بتتبع خوفك من اهل الباطل من من الاقضار اللي بيحاربوا الدعاء وبيحاربوا الطريق الاسلامي بتتبع تعلقك باي مخلوق عنده حاجة انت نفسك ان هو بتتبع بتتبع اي محبوب من قلبك سوى الله سبحانه وتعالى بتتبع اي شيء عظمه قلبك غير الله سبحانه وتعالى وحده لا شريكة لا لا شريكة لا انا اعس ان يعني يعارفين اللي ماسك اللي ماسك عوعد يطرد من قلبه كل حاجة تطلع بره اطلعه بره كل مخلوق يطلع بره قلبي وكل دنيا تطلع بره قلبي بره مفيش حاجة لقلبي غير ربنا لما الوحد يقولك لايه لايه لله وحدهو حس كده سبحانه وحدهو يعني يا رب مليش وجهة في حياتي غيرك انت وحدك يعني يا رب انا محدش بيرسم لي طريقي غير كلامك انت وحدك و publiمرك انت وحدك يعني يا ربي مفيش حد مهايمن على الكون ولا على كل يظرف الكون غير انت وحدك يعني يا رب انا مفيش مكان في قلبي غير ليك انت وحدك يعني يا رب انا مفيش حد بيملك نصيتي وبييملك قلبي غير انت وحدك يعني يا رب انا محدش يملك النفع وتضر في حياتي غير انت وحدك لا اله الا الله وحده لا شريكة لا لا شريكة لا محدش يقرب من قلبي غير ربنا سبحانه تعالى له الملك وله الحمد اي انسان في الدنيا حلم وحاكتين السيطرة انه يبقى مسيطر يبقى في ناس بتسمع كلامه يبقى له مركز كبير في الواقع يبقى مسيطر يبقى عنده او ان الناس تثني عليه انه يبقى الناس اه ده ده فلان كويس ده 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 يقول له يعني دي من اعبق الرغبات في نفس الانسان فربابه لك له له ووحده الملك سيطرة الكاملة بتاعته هو الوحده وله الحمد والثناء له هو الوحده انت عايز انت ايه يعني نفسك بتندبح من جوه قلبك يعني مش بس المخلوق وحده ولا شريكة له ده بحت من جواك التعلق بالمخلوق له الملك وله الحمد ده بحت من جواك التعلق بالنفس وبعد كده في الاخر انت عرفت بقى اني مفيش غيره وحده ولا شريكة له مفيش غيره يبقى لسه ايه لسه وهو على كل شيء قدير مليش غيره هو اللي قادر انه يفتح هو اللي قادر انه ينصر هو اللي قادر انه يأتي بالمدد هو اللي قادر انه يرفع هو اللي قادر انه يكرم هو اللي قادر انه يعزه هو اللي قادر انه ينصر وهو على كل شيء قدير احنا نعرف يا جماعة قلوبنا دي مليانة معاني شكلها ايه قلوبنا دي في الذكر بتتحرك قد ايه قلوبنا دي لما بنفتح المصحف بتتفاعل مع كلام ربنا ازاي بتتفاعل مع كلام الملك سبحانه وتعالى ازاي عشان كده ليه قوله الله واحد قبل قول اعوذوا برب الفلق وقول اعوذوا برب الناس ان التوحيد بتاع صورة الاخلاص ده اللي خلى قلبك خالص لله اللي مش فاهم يعنيها الله الاحد الصمد مش هيعرف لما يتعرض لسحر ولا حسد ولا مصيبة ولا شياطين ولا مس ولا وسواس انه يلجأ الى الله مش هيعرف اللي عارف مين هو ربنا هو اللي ساعة الازمة يلجأ لربنا عشان كده قول والله واحد الاول وبعد كده قول اعوذوا برب الفلق وقول اعوذوا برب الناس الاول تعرف من هو الله وبعد كده كل ما يحصل لك مشكلة في الارض انت تلجأ الى الله سبحانه وتعالى وتتضرع الى الله فرج ربنا علينا كلنا اسهل مما نتخيل يا اخوانا يعني سبحان الله من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاء ومن اثر الله على كل شيء اثره الله على كل شيء من اثر الله على كل شيء اثره الله على كل شيء وانا بقرأ من ايام في قول الله قالوا طالله لقد اثرك الله علينا قلت يا سبحان الله يعني ايه اثرك يعني ايه لما ربنا يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا يعني واحد متجوز اتنين فكل فلوسه بيديها الوحدة وكل وقته بيقضيه مع وحدة وكل فكره مشغول بوحدة وفي الاخر يقول لك لا والله ده أنا مدي الاتنين حقهم لا انت مؤثر واحدة على وحدة يعني ايه تؤثرون الحياة الدنيا يعني انت وقتك كله عشان الدنيا مش عشان الاخرى وفكرك مشغول بالدنيا مش بالاخرى وجهدك عشان تحصيل الدنيا مش تحصيل نعيم الجنة فانت هتغرب من الحقيقة دي فين فلما يقول لك الله لقد اثرك الله يعني ايه اثرك الله افتكرت حديث الناب عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن يمين الرحمن الملأة التي لا تغيضوها نفقة والرسول بيقول سحاء الليل والنهار يعني الخير نازل من يمين الرحمن فيضنات فيضنات عطاءات فيضنات فتوحات فيضنات فتوحات في العلم والفهم والدين والدنيا والرزق نازل من يمين الرحمن عليه فقال الله لقد اثرك يعني ايه اثرك بقى ان ربنا بيعطى عباد اكتر من عباد بيفتح على عباد اكتر من عباد ان ربنا يؤثرك بالفتح ان ربنا يؤثرك بالمدد ان ربنا يؤثرك بالنصر ان ربنا يؤثرك بالهداية ان ربنا يجعل رزقك في عطاءاته اوسع من رزق غيرك فده مئلمين اللي اثر الله على كل شيء اللي ربنا يؤثره على غيره اللي اثر الله على كل شيء اللي عايز ربنا يعامله غير الناس لازم يعامل ربنا غير الناس يعني ايه تؤثر الله على كل شيء يعني يبقى وقتك عشان ربنا فكرك عشان ربنا جهدك عشان ربنا اللي عايش عشان ربنا يا خواننا اللي محور حياته كلها ان ربنا يرضى ان ربنا يقربه ان ربنا يصله اللي كل قضيته ان عايز ينصلح عشان يصلح يبقى عبد لله عايز صفاته تنصلح عشان ينفع يبقى عبد لله عشان ينفع يعبد ربنا للنهار عشان يبقى يصلح ان يكون عبد اللي مشغول بالله ده يا اخواننا ربنا بيدي له ايه وربنا بيكرمه قد ايه وربنا بيرفعه قد ايه يا جماعة في ناس مؤمنة يا اخواننا في ناس صديقة في ناس قلوبة مليانة تقوى في ناس قلوبة مليانة ايمان في ناس ربنا فتح على قلوبة احنا فين من هذه الفتوحات احنا فين من هذه العطاقات احوالنا ايه في قيام الليل احوالنا ايه احوالنا ايه في وقت تنزل الملك النص ساعة لقبل الفجر دي اخبارك فيها ايه النص ساعة لقبل الفجر دي اخبارك فيها ايه نص ساعة الخطيرة دي هل من سائل انفقاطية هل من مستدفع اللي اتضرف ادفعه عنه هل من مستشفى انفقاش فيها النص ساعة لقبل الفجر دي عاملين فيها ايه بنضياحها ازاي بيهون على قلبنا ان النص ساعة ضدها ازاي ان وقت تنزل الملك ده يروح مننا ازاي بيجي لنا قلب ازاي ان احنا نشوف منكر ونسكت بيجي لنا قلب ازاي ان احنا نشوف الامة مغيبة وما نحاولش نغير بيجي لنا قلب ازاي ان احنا نعرف ان احنا وحشين وقلوبنا مليانة امراض واحنا مش بنحاول نصلح نفسنا بيجي لنا قلب ازاي ان احنا ننام وما منفكرش ربنا راضي علينا ولا غضبان عننا سبحان الله العظيم انا جاي لكم مسايب اخوة وقفة في الشارع تتكلم عن ربنا وجايلكم وسايب اخوة نازلة في اماكن مليانة منكرات الكلام عربنا وجايلكم وفي اخوة يعني مقررة انها تباد في المسجد النهاردة وتعتكف لحد بكرة تعبط ربنا وجايلكم يا اخوانا فيه ناس قاعدة بتوصل فيه ناس بتعبط فيه ناس شغالة في الدعوة فيه ناس بموتة نفسها ليه ما نبقى زيهم دول احسن منك في ايه دول احسن منك في ايه الوقت فيه واحد قاعد على النت ساعتين كلهم دعوة الى الله واحد قاعد يهو واحد قاعد على النت ساعتين قاعدة مش هقولك بتعمل معاصر قاعدة وخلاص اهو كلام وخلاص كلام فارغ بيردوا على بعض فيه وفي واحد قاعدة ساعتين دول تسمع درس ينفح حفدنا ويوصلها ربنا نضيع عمرنا ليه نضيع وقتنا ليه وانا بتكلم مع الشباب الوقتي بقولهم يا اخواتنا كلمة سمعناها كلنا من ابائنا لما يقولوا يا نادمي ده متر الارض زمان كان بربع جنيه يا نادمنا يا ريتنا كنا اشترينا الارض قبل ما تغلق الغلو والرأيب ده يا ريتنا كنا عارفين الدنيا تغلق ده كلمة يا نادمي بتاعت الدنيا دي ايه في يا نادمي بتاعت الاخرى في يا نادمي بتاعت يبلقم يا نادمي على كل ليلة روحت منيش يا نادمي الشاب اللي دخل المسجد واحدة ونص مات الساعة عشر الصبح ده اخر ليلة في حياته انت تضمن منين دي ما تكونش اخر ليلة في حياتك تضمن منين دي ما تبقاش اخر الليلة ف حياتك تضمن منين يا اخوانان مش عايزين نضيع ليلة مش عايزين نضيع يوم مش عايزين نضيع لحظة الحياة مع ربنا جميلة اوى شباب انا نازل مع الاخوان اتكلم من شباب عن ربنا انا حاس ان انا قلبي بيرقص من الفرحة يا رب استعملنا يا رب الواحد حاس انه طاير اه لو ربنا يستعملنا اه لو ربنا يطلقalsنتنا اه لو ربنا يشرح صدرنا للدعوة اليه اه اخوانا مش عايزين نضيع عمرنا هضر احنا الوقت قاعدين في الدنيا لسه في الدنيا ولسه بنسمع في الدنيا ولسه شوية جماعة هنبقى من اهل الاخرة الله اعلم هنبقى من اهل الاخرة امتى وانا ماشي من يومين مع دكتور محمد علي يوسف ورايحين مع مين لا ده مع حد من اخواني تاني ولقيت واحد متصل بينا شيخ من مشايخنا متصل باخ من اخواني دكتور محمد علي يوسف بيعزي فيه وبيقول له ان انا موت وانا فانا انا يعني سبحان الله واخواني واحد طلع عشان عني انت بقى الله اهدل الناس يعني اه يقول لك انا موت انا ساحية قلت ايه ده طب لو انا موت بجد انا اعمل ايه يا حصرتي على كل ليلة ضاعت ما قمتش فيها لله يا حصرتي على كل يوم راح ما صمتش فيه لله يا حصرتي على كل ساعة راحت مني ما ذكرتش فيها لله يا حصرتي على كل جولة كان ممكن انزل اتكلم عن ربنا فيها وما اتكلمتش عن ربنا فيه يا حصرتي على كل مرة كسلت فيها عن عمل صالح كان ممكن ينفعني في اللحظة دي لو انا كنت موت في ساعتها بجد يا اخوانا احنا مش مؤدرين قيمة العمر اللي احنا فيه مش مؤدرين قيمة الفرصة المهولة اللي ربنا سبحانه الله العظيم الواحد يقول احمدك واشكر فالله العظيم يا رب افتكر اسماء الله الحسنة اللي له رب بهذه الصفات اللي له رب بهذه العظمة اللي له رب بهذه القدرة وبهذه القوة يا اخوانا احنا كل مشاكل حياتنا محلولة احنا اللي عايزين نفضل كده في المشاكل دي لكل ما هتقربي من ربنا كل ما ربنا يحلك مشاكلك كل ما ربنا هيفتح عليك بس قربي منه بس عبودي بس اتحركي بس خدوا الدين ان الدين عمل يا اخوانا انا مش عايز اقول لكم يعني من يوم كده ولا يومين كنت مع بعض اخواني من التبليغ وقضيت معهم يعني يوم ويعني يعني انا حزين يا اخوانا على بعض اخواني واخواتي في الطائر السلفي حزين يا اخواننا على ان فكر العمل مش عندنا يعني ممكن يكون اخ من اخوة التبليغ ما عندهوش معلومات عشر حد من كثير من الاخوة السلفين ومع ذلك قاتل نفسه للنهار في العمل الصالح حزين ان احنا ما عندناش فكر العمل ده حزين اول ما نزل القرآن اقرأ باسم ربك قم الليل قم في انذر اوامر تكليف اعمال اشتغلهم لان ربنا يعلم ان قلب كل واحد مننا عمل زي العربية اللي بقالها ثلاث سنين ما اتدورتش فلما تيجي تدورها هتلا يا نايمة مش قادرة تقوم عايزة زق بقى عما تبدأ تتحرك فمش هيدور المكانة بتاعت قلبك غير العمل الصالح ومش هيكسر نفسك غير العمل الصالح عايزين نشتغل اخواننا عايزين نبقى من اهل العمل كفاية كلام في كلام في كلام في كلام عايزين نشتغل قوم الوقتي هالدرس ديني كده واعد اسمعه بقى قوم الوقتي هتدرس ايماني واعد اسمعيه ويا ريت بقى لو درس عن قيام الليل يا سيدي يا سلام لو درس عن قيام الليل ونقوم نطبق عمل الليل يبقى كلام عمل في عمل طب بكرة الجمعة اه يبقى في حاجة اسمعه غسل الجمعة وفي حاجة اسمعه نروح نظل الجمعة في المسجد ويا سلام يا عم لو عايز تبكر وتاخد سواب بقى اجري كل خطوة للمسجد بأجري عبادة سنة الصيامة وقيمها وبكرة فيه ساعة اجابة قبل مغرب الجمعة ما نضيعش تساعة دي ابدا نقفل على نفسك في مكان وعودة دعا ربنا وبكرة كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبكرة قراءة سورة الكهف يا اخواننا يا جماعة وصورة الكهف ممكن تقرأ من اول الوقت يعني ممكن تقرأ من اول الوقت كمان يا جماعة عايزين نتحرك يا اخواننا عايزين نعمل نعمل نشتغل نشتغل يا جماعة فاذا فرغت فانصب اشتغل اتعب عشان ربنا اشتغل عشان ربنا ربنا يعني يحفظكم ويبارك فيكم انا طبعا مش عايز قبل ما سيبكم انسى ان انا اشكر اخواني على التفاعل على الفيسبوك يعني سبحان الله زم البوست الخاص بالدرس يعني اخواني في الموقع جايبين التفاعل بتاعكم مع درس الخميس اللي فات والتفاعل بتاعكم مع درس الجمعة بتاع مسجر الجامعة الشرعية والسماوات ومطوياتهم بيمينة والتفاعل بتاع درس يوم الخميس اللي فات على الغرفة الصوتية انا سعيد بالتعليقات تعليقات نطجة جدا ما شاء الله لك واتلا بالله يعني انا حاسس ان اماني بيزيد وانا قاعد اقرأ التعليقات الجميلة ديت ما شاء الله لك واتلا بالله يعني تعليقات تدل على ان الشباب فهم جدا اللي بتقال مستوعب جدا انا كم بتقال وان الشباب عنده يعني معاني كمان في غاية الجمال يعني من التعليقات الجميلة سبحان الله العظيم يعني شاب بيقول ربنا قادر ربنا قادر ان كل الناس تبقى مخنوقة وانت متطمن ربنا قادر ان كل الشباب يبقوا في بطالة وانت ابواب الرزق بتنهمر عليك شوفوا الكلام الجميل ربنا قادر ان كل البنات تكون في حال وانت حالك غير حالهم ربنا قادر انه يعملك غير الناس بس لو انت عملته غير الناس ربنا قادر يعملك معاملة خاصة لو انت بتعمله معاملة خاصة ربنا قادر ان الناس كلها تبقى في حال وانت تبقى في حال بس على شرط علاقتك بربنا غير علاقتهم بربنا ليك مع ربنا حال ليك مع ربنا تبتل ليك مع ربنا خلوة ليك مع ربنا مجاهدة بتؤثر ربنا على هواك مراد ربنا قيام ومراد هواك النوم تؤثر القيام على النوم هواك في الراحة ومراد ربنا في العبادة هواك في الاكل ومراد ربنا في الصيام هواك في الاخذ ومراد ربنا في العطاء هواك في العجلة ومراد ربنا في الصبر ايه الكلام الجميل ده ايه الشباب اللي قلبه بنور بالكلام عن ربنا ده سبحان الله شاب تاني بيقول بنفس السبب يأتي الله بالنتيجة وعكسها ترى المال مع البعض فتظن أنه سعادة فإذا هو مصدر تعاسد آخرين ترى الظرية عند البعض فتظنها السعادة فإذا بأولاد مصدر الشقاء القضية شوف بقى شوف الكلام العسل ده القضية ليست في السبب القضية في رب السبب يا سيني يا سيني كلام يزود الإيمان يا جماع من يشهد يد القدرة وهي تحرك كل شيء الشاب بيقول من يشهد يد القدرة وهي تحرك كل شيء مين شاب برضو بيقول ليست العظمة فيما قديت من طاعة ولكن العظمة فيما اطاعت الله وإلا هل اتنشر ركعة نافلة تسوي بيت في الجنة هل سبحان الله وبحمد تسوي ناخلة في الجنة المطاع هو الكريم الجواد الستير أنت تعمل على قدرك والله يعطيك على قدره يا سلام شاب تاني بقى بعد كلام زي الفل اللهم رب هذه الدعوة التام التامة 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 دعوة الحق تامة دعوة الله تامة دعوة الإسلام تامة بيك تامة ومن غيرك تامة يا سيدي الشباب بياخدوا الكلام وبيطلعوا منه أنوار بالشيوخ تامة ومن غير الشيوخ تامة بطل اللي تأنا بياط قال لها زي من غير الشيوخ بالشيوخ ان شاء الله هي بالله كل حاجة بس بالإخوان والسلفين تامة ومن غير الإخوان والسلفين تامة ماشي عم ما عدها لك دي انت كسبان لما تنصر دين ربنا لكن الدين مش واقف عليك الدين له رب ايه كلام الجميل ده يعني انا نفسي يعني 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 شباب يعني التعليقات بصراحة كثير جدا وجميلة جدا اه اه ومضحكة ومضحكة وتعليقات مكةية وجميلة واخ يعني بيفكرنا بالمثل بتاع الكاتكيت يعني ازاي حكام العرب بيحكمونا يعني يعني ايه ما شاء الله لك وتقلب الله طيب يعني كل دي تعليقات جميلة وتعليقات نطجة شاب بيقول اتفاني في الدعوة وعلوه الهمة في ذلك وعدم الركون والسجون والسكون ما نحن فيه الآن من استضعاف يبشر باقتراب النصر ما شاء الله لك وتقلب الله يعني يا اخوانا اخت بتقول يا اخوانا توبوا الى الله من فهمك الغلط عندين ربنا توبوا الى الله من كل مرة كالشرط فيها توبي من كل مرة دخلت متبرجها المسجد وحسستيها انها زوجة ابو لهب يعني ده لو زوجة ابو لهب اخوانا كان برضو تعاملوا معهم احسن يعني يا حصرتك لو سبت الطريق انتو لا تندموا وتعضوا على اديكم لو سبتوا الطريق ربنا مش محتاجك انت اللي محتاج ربنا تعليقات جميلة جدا في السبات يعني ما شاء الله لك هذا الا بالله يعني ما شاء الله عموما يعني جزاهم الله خيرا طبعا واحنا عايزين الشباب والبنات يفضلوا يتفعلهم باذن الله سبحانه وتعالى شبابنا يفضلوا يتفعلهم مع البست الخاص بالدرس ان شاء الله باذن الله على الفيس ربنا يحفظكم ويبرك فيكم طبعا تعليقات قيمة وبتبين يعني نطج ووعي وتفاعل الناس وقترحاتكم قيمة جدا اختنا ام حليمة بتقول احنا بنستنى الدرس من الخميس للخميس يعني والله ده من زوقكم يعني انا مش واثق من كده اوي بس يعني يعني ان شاء الله يعني جمهور الطريقة لله بأزاي الطريقة لله طبعا يعني نازل عسل يعني بالله عليك ما تعتذرش عن الدرس لا اخواني في الله انا مش معتذر عن الدرس يا جماعة انا احرص منك على هذا الدرس ولكن القضية بس ان احنا نحدد المعد لان الموعد المتأخرة شوفوا ساعة الوقت كمان ساعة 12 يعني عشان مثلا تكون متأخر في الجولة لان يوم الخميس ده بفضل ومنة الله يعني الواحد بيحاول انزل الشباب يعني في التجامعة ببتاتهم وكده فعشان مثلا لو الواحد مثلا في الجولة فانا عايز لما انحدد معاد يبقى حددنا مع الجاد لو قلنا مثلا الخميس عشر بالليلي بقى خلاص صبت بقى مثلا او الخميس تسعة ونص بالليلي بقى خلاص صبت بقى مثلا فانا بس ايه هنحدد المعد مع ادارة الموقع باذن الله سبحانه تعالى وربنا يبارك فيكم اخواني وربنا يحفظكم وربنا يسددكم انا اسف ان انا اخرتكم في موسم الامتحانات دهوت يعني كنت اتمنى ان انا ما يكونش سبب تأخير طالب او طالبة عن المذاكرة ولكن معلش يعني اللي راح منكم من الوقت ان شاء الله ربنا يأجركم باضعاف اضعافه ويبارك لكم في الوقت الباقي اضعاف اضعافه باذن الله سبحانه تعالى والنص الساعة لقبل الفجر دي باذن الله نعوض فيها كل حاجة وكل حاجة ملحوقة ربنا يحفظكم يا شبابنا ويبارك فيكم يا بناتنا والحمد لله ان ربنا جمعنا الليلة يعني انا والله الواحد يعني عايز يسجد لربنا شكر كل مرة بتقابل معكم على النت ببقى عايز يعني لو الواحد معاه مليون جنيت اللههم لربنا شكر ان ربنا جمعنا وخلانا نلتقي على طاعته وخلانا يعني نلتقي على عبادته وعلى الدعوة اليه واتمنى يا رب ان انا يعني ييجي اليوم ان شوفكم فيه كلكم دعا ودعاية الى الله وشوفكم فيه كلكم مجاهدين في سبيل الله وشوفكم في كلكم طلبة علم وطالبات علم وشوفكم في كلكم صوامين وصوامات وقوامين وقوامات ربنا يجمعنا على طاعته يا رب والواحد بيترقب يعني أي فرصة نتقابل فيها مع بعض نطيع ربنا مع بعض نتعرف فيها على بعض ربنا يحفظكم ويبرك فيكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجح كل إخواننا وأخواتنا في الامتحانات اللهم يسر لإخواننا وأخواتنا الذين يدرسون اللهم يسر لهم نجاحهم في الامتحانات يا رب اللهم يسر لهم أمورهم يا رب اللهم بارك لنا في إخواننا وأخواتنا اللهم ثبتهم على طاعتك اللهم ثبتهم على دينك اللهم احفظهم من الفتن اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منه وما بطن اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب يا رب لا تطردنا يا رب يا رب لا تطردنا من الدعوة إليك يا رب يا رب استعملنا لنصرة دينك في الارض يا رب يا رب اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتبولينك